اشتركوا في القناة نسبة الطلاق او عدد حالات الطلاق اللي سجلتها المحاكمة العراقية خلال شهر كانون الثاني شهر الاول الماضي شهر الاول في سنة 2022 بلغت 6486 حال الطلاق الحقيقة اعيد الرقم مرة اخرى 6486 حال الطلاق هذا رقم مهول في شهر واحد يعني عدد حالات الطلاق يوميا يعني مؤقل من 215 الى 16 حال الطلاق تحصل في العراق هذه فقط في المحاكم اما خارج المحاكم فربما العدد اكبر في نوفمبر شهر تشرين الثاني 2020 قالت المحاكم انها سجلت اعلى نسبة للطلاق كانت 8245 حال الطلاق حوالي 300 حالة باليوم هذه واحدة من الاشياء التي يعني طبعا هذه كل هذه الارقام في 15 محافظة يعني علينا نتذكر في 15 محافظة فقط اما المحافظة الثلاثة الشمالية اربيل ودهوك والسليمانية هذه مدخلة بهذه الارقام لان لها ارقام اخرى غير معروفة ففقط في 15 محافظة هذا الرقم اذا ما دمجنا المحافظات الشمالية معها الارقام اللي هي في الرقم مهول الحقيقة ربما نتبوأ بعدد السكان نتبوأ المرتبة الاولى في عدد طلاقات في العراق وهذه كارثة كبيرة جدا جدا هذه تضلل على انه هناك خلل كبير خلل في النظام الاجتماعي في العراق خلل اخلاقي خلل انساني خلل خلل يشمل القيم والمبادئ اللي تربع عليها العراقي خلل يشمل العلاقات وشائج النسب والانسانية والمحبة التي تربط العراقيين خلل يشمل الوضع الاقتصادي الوضع التعليمي الوضع العقلي والمهني والانساني والاخلاقي في العراق هذه الحقيقة ولها علاقة بالفقر بارتفاع معدلات الفقر ومساحة الفقر التي توسعها بأعداد العاطلين عن العمل لأنه عندما تقرأ بالحصائيات وتبحث عن الأسباب تجد أنه حوالي 65 إلى 70% من حالات الطلاق بسبب الحالة الاقتصادية وسبب الفقر والبطالة فيصلون إلى حالة غير قادرة يستمرون ويتطلقون والحقيقة أنه هذا لا يشمل نعم النسبة الأكبر من المتزوجين حديثا اللي صار له سنة وسنتين وشهرين وثلاثة وأربعة لكن هناك أيضا حالات لطلاق من صار لعشر سنوات وخمسطعة سنة من المتزوج وصلوا إلى حالة لا يستطيعون الاستمرار هذا إضافة إلى التفسخ اللي وصل بي المجتمع إلى إلى هذه العلاقات المتشنجة بين الناس إلى عدم الفهم إلى الأمية إلى الأوهام إلى إلى الرؤية الدونية للمواطن هناك فرق هناك فوارق شاسعة بين الفقراء طبقة الواسعة من الناس وبين منهم الآن أغنياء أغنياء هذا الزمن الشاذ فصارت فوارق كبيرة فوارق في الشهادات وفوارق في العمل وفوارق الناس يعني كثيرين منهم خرجوا كليات ينظر إلى نفسه لا يستطيع أن يوفر خبزة يومه لا يستطيع أن يعيل أهله ولا يستطيع أن يتزوج لا يستطيع أن يعني يصنع أي شيء ويرى أقران له لم يحصلوا على أي شهادهم الآن في مراكز مهمة تمتعون بشخصيات مهمة بأموال وثراء وبيوت وسيارات وحمايات وربما في البرلمان وربما في الحكومة ومدير عام وغير مدير عام ووزير هو لا يمتلك شهادة فبالتالي وضباط وغير ضباط فبالتالي أنت أمام حالة حالة يعني غريبة عجيبة تأصب بالمجتمع العراقي هذه لم يألفها إلى المجتمع العراقي بالحصار يعني حتى في الحصار في أوقات الحصار الناس لم تصل أعداد المطلقين أو الطلاقات لهذا الحال رغم أن الوضع الاقتصادي كان سيء يضغط على الناس لكن الناس كانت فيها تآلف اجتماعي فيها محبة فيها وشائج للقربة والتقرب بين العوائل والعشائر والناس المجتمع العراقي نعم مجتمع عشائري فهو يدفع باتجاه التمسك بالزيجات وصلنا في عام 2003 ومن بعدها طلاقات طائفية وغير طائفية وصلنا إلى طلاقات الاقتصادية فقر وبطالة هي قيمة الاجتماعية الأخلاقية هذا كل وسائل التواصل الاجتماعي هذه أدت إلى كثير من الرؤى دخلت الرؤى الشاذة التي دخلت على المجتمع العراقي وعلى علاقات الأسرية العراقية فبدأت تهز البيت العراقي هذه جزء من اهتزاز البيت العراقي لأن هذه أعداد كبيرة من المطلقات من الأرامل من المطلقات من الذين ربما البعض منهم كثير منهم الذين مطفال وبالتالي تدفعهم أنت إلى دروب مجهولة هذا يزيد عددهم نحن لدينا ثلاث ملايين أرملة ولدينا هذا العدد من المطلقات إذا ما حسبنا هذا السنويا نجد هذه الأعداد المطلقات إذا ضربنا هذا العدد بالسنة وبالتالي سنجد أن الأعداد هائلة جدا جدا والمجتمع يذهب باتجاهات أخرى هذه هي جزء من أمراض احتلال العراق هذه جزء من هذا النظام الغريب الشاذ الذي يحكم العراق الذي يحكمه بلا قيم بلا مبادئ بلا مقاييس ومعايير للكفاءة لم يحرص على التعليم لم يحرص على خدمة المواطن لم يحرص على اقتصاد المواطن لم يحرص على سلة المواطن لم يحرص على بيت المواطن كل هذه القضايا لم يحرص عليها كذب على المواطن وما زال يكثب وما زال يدعي وما زال يغش ويلعب على المواطن والمواطن يدفع الثمن هذا جزء من الثمن الذي يدفعه المواطن ليس فقط دماء وموتى وتحول العراق إلى مقبرة لكن جزء من عنده هذا الخراب الاجتماعي هذا جزء من العصابات وميليشيات وخراب وصراق وفساد هذا جزء من عنده هذا الطلاق هذا يدلل على حالة اجتماعية خطيرة جدا علماء الاجتماع يضعون لها مؤشرات خطيرة جدا على أي مجتمع عندما يصل إلى هذه الحالة هذه الحالة صعبة جدا وعلى الشعب العراقي أن ينتبه لهذه الحقيقة وهذه جزء من الكارثة التي حلت به ولا يمكن تغيير هذه الكارثة ستكبر وتوسع وتعمق وتوسع مساحتها اللي لم يتم اجتثاث هذا النظام السياسي بكل مخرجاته وكل مدخلاته ويقام نظام وطني عراقي يخدم العراقي لا يفضل بين فلان وفلان بين سين وصاد وشين وسين وكاف وعين لا يفرق بين هؤلاء لا دينا ولا مذهبا ولا قومية ولا رؤية وبالتالي يعطي للكفاءة حقها ويعطي للتعليم حقها ويعطي الصحة حقها ويعطي الخدمات حقها ويعطي المواطن حقها ويعطي الوطن حقها وسيادته واستقلاله ومنهجه والقانون على الجميع وبالتالي المجتمع سيصلح والناس ستعرف طريقها مرة أخرى أما أن تترك الأمور فوضى هكذا الفوضى دخلت إلى البيوت مع الأسف الشديد وبدأت تعصف في البيوت مهما كان المواطن العراقي صاطع السنة هذا لو حصل وقبلها حصار لو حصل في أي بلد لكان نهار البلد لكن ما زال أهل العراق ما زالت هذه الأجيال الأجيال الطيبة من العراقيين تحافظ وتدافع بكل ما تملك عن كل القيم لكن مع ذلك الاهتزاز هذه الهجزات الأرضية هذا الاهتزاز بأعلى درجات مقايز الاهتزازات يعني أعلى مقايز رختر مثل ما يقال تهتز الأرض تحتهم وبعض منهم صامد لكن البعض ينهار وأن لم يظهر نظاما وطنيا جديدا يقوم عن المساواة والعدالة والقيم النبيلة الطيبة ويراعي الله في الناس لخرب المجتمع ما لأسف الشديد يعني وهذه مهمة أهل العراق في أن ينهضوا ببلدهم مرة أخرى وينهو كل هذه الكارثة أترككم بخير أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة